يقولوا بقى ان السعادة في الرحلة مش في الوصول النهاردة هشارك معاك وطريقة عمل ديكور وهتكلم معاكو في موضوع مهم جدا بالنسبالي وبالنسبة الناس كتيرة يعني كل الناس في الحياة بتسعى عشانه وعشان توصلوا وهي السعادة عايز اقول لكم ان السعادة تقريبا منظورها بيختلف من شخص للتاني يعني الحاجة اللي هتلاقيها بتبسط شخص مش هتلاقيها بتبسط شخص تاني هتلاقي في حاجة مختلفة بتبسطه يعني انا مثلا كدعاء انا اكتر حاجة بتبسطني لما ابسط اللي حوالي لما اعمل حاجة مثلا لعيلتي لحاجة مثلا للاطفال اللي في العيلة بزيات الاطفال على فكرة الاطفال بتدي سعادة رهيبة لما بتشوفوا فرحتهم بحاجة انتوا عملتوا هالهم لما بتشوفوا فرحتهم لما بتساعدوهم بتلعبوا معاهم فتقريبا يعني منظور السعادة بيختلف من شخص للتاني بس كنت قريط منشور من فترة وكان بيقول ان السعادة في الرحلة مش في الوصول كان بيقول ان احنا لو ركزنا على الهدف بس وفضلنا مستنيين ان احنا ننبسط لما نوصله لما نيجي نوصله مش هنحس بسعادة ازاي بقى يعني قالك لو انت مثلا مستني حاجة معينة تحصل لك في حياتك وباني كل امالك واحلامك على الحاجة دي وان انت هتبقى في قمة السعادة لو وصلت لها وقعدت تجتهد ليها وقعدت ان انت تشتغل عليها لحد ما وصلت لها ممكن ساعتها ما تحسش بالسعادة انا مش عارفة ازاي مع ان الواحد لما بيعمل مجهود في حاجة يعني لما بيوصلها اكيد اكيد بيبقى مبسوط بس احيانا لما الانسان بيوصل لحاجة هو كان عايزها بقى له فترة وبيشتغل عليها وبتاعم لما بيوصلها ما بيبقاش عنده احساس بالسعادة اللي هو كان متخيله فاكتبوا لي رأيكو تحت في التعليقات هل النظرية دي صح ولا غلط يعني كان بيقول ان انت مثلا لو عايز توصل لقمة جبل وانت حاطت في دماغك ان انت هتكون سعيد جدا لو وصلت للقمة دي لما توصل برضو هتبقى سعادتك نسبية او مش هتبقى سعيد بشكل كامل لان انت بعد كده هتبقى عندك ليفل تاني ان انت تطلع له يعني بتبقى عايز برضو ان انت توصل لأعلى من القمة اللي انت وصلت لها فاهمين ازاي فالموضوع يعني الموضوع فعلا نسبي يعني الموضوع كله بيتعلق بان انت تبقى راضي باي حاجة انت وصلت لها لان الانسان دايما بيطمح للأعلى وبيطمح ان هو يوصل لحاجات اكتر واكتر واكتر ويعمل حاجات اكتر في حياته لكن فعلا فعلا السعادة في الرحلة مش في الوصول ان انت تستمتع بكل خطوة انت بتعملها في حياتك بكل حاجة انت بتشتغلها بكل حاجة مرت بيها واي تجربة بتمر بيها اكيد اكيد بتكون ليها تأثير ايجابي على حياتك بعد كده اي حاجة تعلمتها اي حاجة ضفتها لحياتك او اي حاجة مرت بيها واستطعبتها وحاسة ان هي تقيلة عليك هتلاقي يعني او هتلاقوا ان فيها بعد كده خير كبير او فيها زي ما بيقولوا كده ربنا بيهيقنا لكل مرحلة بنعيشها في حياتنا يعني واحنا اطفال منقدرش نتحمل مسئولية بنتعلم لحد ما نبتدي نوعا ونفهم بعد كده بندخل الجامعة بنتدي نعتمد على نفسنا نوعا ما بنتجوز ونخلف ومنشيل المسئولية بقى بتبتدي نخش في الحياة الجد فسبحان الله ربنا بيهيقنا في كل مرحلة للمرحلة اللي بعدها واي حاجة صعبة بنمر بيها اعتقد يعني ان احنا بنمر بيها عشان بعد كده نبقى اقوى ونقدر ان احنا نتعامل في الحياة ملخص الكلام ان السعادة كلها بتكمن ان احنا نبقى راضيين في اي مرحلة احنا فيها يعني حتى لو كانت المرحلة صعبة ومتعبة بس لازم نستمتع بكل تفصيلة فعلا فيها وبكل حاجة نتعلمها منها يعني مثلا مثال لو مثلا فيه ام مثلا معها اطفال والمسئولية مثلا صعبة لازم تستمتع بكل حاجة الاطفال بيعملوها تستمتع وهي بتشوفهم بيكبروا وتستمتع وهي بتقدي دورها معاهم لو مثلا موظفه ومثلا شغال في مكان هو مش حابه دلوقتي او مش متوافق مع احلام وطموحاته يصبر ويستمتع بالمرحلة اللي هو فيها ويسعى يسعى اكتر ان هو يوصل للمرحلة اللي هو عايزها او يسعى للمكان اللي هو عايز يوصله وبجد السعادة فعلا فعلا في ان احنا نبقى راضيين ونستمتع بكل حاجة بنمر بيها بس وكده تقريبا خلصنا الديكور اللي احنا بنعمله يارب يكون عجبكو ويارب تكونوا فهمتوا التفاصيل بتاعته انا كتبتلكو الادوات اللي انا استخدمتها فيه بجد سهل جدا وبسيط اكتبوا لي بقى رأيكو تحت في التعليقات في موضوعنا النهاردة وكتبوا لي برضو رأيكو في الديكور اللي احنا عملناه النهاردة ده بيتباع برا بأسعار خرفية انا عملته يعني بكرتون وورق كرافت وده كان بوكي وردة عندي وركبت له كمان اضاءة عايز اقول لكم شكله تحفى على الطبيع نسيت اقول لكم بقى ان الشغل اليدوي او الهند ميد من الحاجات الرهيبة اللي بتعمل سعادة للانسان ان انت تعمل حاجة بنفسك او تعملي حاجة بنفسك في البيت وتبقي حتى فيها مجهود وتعب وفن وكل حاجة هي اي نعم متعبة بس النتيجة فعلا بتضيع اي تعب واحساس ان انت يتخلصيها كده وتبقى شكلها حلو في النهاية ونتيجتها حلوة مجد دي من الحاجات اللي بتسعيدني جدا جدا وبس كده ده كان الفيديو بتاعي النهاردة بتمنى الفيديو يكون عجبك ويكون خفيفة عليكم هستنى رأيكم في جديكول ورأيكم في موضوعنا النهاردة وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكو وحقيقي بتمنى لكم السعادة في كل مرحلة بتمروا بيها في حياتكم وفتكروا دايما ان انتوا لو سعادتوا اللي حواليكم السعادة هتعود عليكم وانتوا كمان هتبقوا مبسوطين وسعدة باللي انتوا بتعملوا اشوفكم فيديو جاي جديد وسلام عليكم شكرا